بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ نرحب بكم من جديد في سلسلة دروسنا لديناميك الحرارية للتحضير الجيد لباكالوريا 2020 بعد ما اتطرقنا إلى المبدأ الأول للديناميك الحرارية اليوم إن شاء الله سندخل في تطبيقات هذا المبدأ الأول للديناميك الحرارية وهذا لكثير من تلاميذ يخافوا من قانون كيرشوف قانون هس إلى آخره أنا بالنسبة لهذه القوانين هي أسهل من الدروس الأولى اللي هي بالنسبة لي كانت العمل وكمية الحرارة إلى آخره هذك الدروس هم ليبانوا شوية معقدين إن شاء الله مع الشروحات اللي درناها مع هذه الدروس يكونوا سهلوا بسطوا الأمور واليوم إن شاء الله ننطلق بإذن الله في تطبيقات المبدأ الأول للديناميك الحرارية قلنا الموضوع هو تطبيقات المبدأ الأول للديناميك الحرارية أول حاجة لازم نعرفه ماذا يقصد بالحالة المعيارية الحالة المعيارية وهي ماذا؟ هي تكون الجسم نقي أي في الحالة الفيزيائية اللي تكون فيها الأكثر استقرار معناها يكون جسم نقي الحالة اللي يكون فيها أكثر استقرارا هذه هي الحالة المعيارية ومتى يقاس قيم قياس الأنطالب المعياري تكون عند ضغط ثابت عند ضغط يساوي لك 1 أطموسفير ودرجة الحرارة هي 25 درجة مئوية أي حال؟ أي 298 كالفل كيف نرمز لها الأنطالب المعياري؟ نرمز لها بـ 10 رمز هذا الصفر ينظر به معياري ونرمزه عند 298 نعاون،قلنا أننا هذا هو رمز للتائج المعياري وهي الصفر في الأعلى 298 معناها عند ضغط حرارة وعند 25 درجة، كيف تكون تكون 298. القيم تحت الأنطالبي هذه سنشاهدها مع الدروء أو التمارين التي ستجدها معها ستكون لديها كمعطيات في التمارين. بالصحية تكون في جداول خاصة للديناميك الحرارية هي عبارة عن قيم لكل مركبة عنده قيمة خاصة فيه مثلاً H2O Liquid عنده قيمة خاصة به H2O غاز عنده دلتا H المعيارية خاصة به قلنا CO2 غازية عنده قيمة خاصة به الإثانول الإثانول السائل الصلب إلى آخره هذه كم القيم تعطى في جداول خاصة الآن من تطبيقات القانون الأول من تطبيقات المبدأ الأول للديناميك الحرارية وهو علاقة كيرشوف ما يقولون على علاقة كيرشوف؟ علاقة كيرشوف لا تتأثر على درجة الحرارة الأنطالة في المعيارات الخاصة لا تتأثر على لذلك سوف نرى في الحسابات كما نرى دلتا H جديد من قانون كيرشوف سوف نرى بأن لا تتغير القيمة لماذا؟ مهما نرى في درجة الحرارة معناها لا تأثر على الحسابات سوف تكون تغير طفيف وهذا كما نرى بها سوف نرى باستعمال قانون كيرشوف قانون كيرشوف كيف نكتبوه تابعوا معي قانون كيرشوف هو دلتا H المعيارية عند T جديدة عند T معناها عند قيمة واحدة أخرى ما تساوي لك؟ تساوينا دلتا H T0 تساوي إلى T دلتا Cp دلي T دلتا Cp هنا هي هذه القيمة التي نحسبها من بعد الآن قانون كيرشوف يمكنك تحسب بثلاث حالات بالنسبة لنا بطبقنا ثلاث حالات عندنا الحالة الأولى عندما يكون أو عفوا قبل أن ندخلوا في الحالات دلتا Cp ما تساوي؟ تساوي لك مجموع مجموع N E Cp ما يكون؟ نواتج ناقص مجموع N E cp تعمل من المتفاعلات شوائع كيف يحسبنا هذا اليوم؟ دلتا N تساوي كل مجموع N E عدد المولات لدي النواتج ناقص مجموع عدد المولات لدي المتفاعلات الآن هنا ليس لدينا دلتا Cp الآن لو تراكم دلتا Cp كل مرة كيف تكون؟ الحالة الأولى إذا كانت هذه القيمة التي يعطيها لك المتفاعلات والنواتج تكون لا تتعلق بدرجة الحرارة T ما معنى أن تتعلق بدرجة الحرارة T؟ نحن نعرف بأن CP تستطيع أن تكون قيمة مثلاً تكون 27.5 جول على المول في الكيلفن بالصح تقدر CP تكون عند علاقة T مثلاً تكون هي 27.5 نقدر أن نكتبها فرضاً كيف نحسبها وتعطي بدلال T مثلاً تكون مثلاً 12 أو 21.3 زائد مثلاً 0.644 في T معنى أن تشاهدون CP عندها علاقة T والحالة الثالثة نكمل الحالة الثانية معنى CP لا تتعلق بدرجة الحرارة وتكون لا تتغير الحالة الفيزيائية ما يكون لا يكون هناك تغير في الحالة الفيزيائية ما معنى تغير في الحالة الفيزيائية؟ معنى أن نعطى مثلاً نمد معادلة إحتراق الإثانول الإثانول عند 25 درجة يكون الإثانول سائل يكون الماء سائل نعرف بأن CO2 غاز والأكسوجين غاز نستطيع أن نطلبها عند 90 درجة 90 درجة الإثانول نعرف بأنه يتبخر لك عند 78 معنى الإثانول ما يتغيرنا؟ يتغيرنا في الحالة الغازية معنى أن يتغير القانون لا يبقى هذا القانون الذي كتبناه في الأول واضح؟ سوف نرى ما يتحدث سوف نخدمها حالة بحالة سوف نمر عليهم حالة بحالة قلنا الحالة الأولى تكون CP لا تتعلق بدرجة حرارة T ولا يكون هناك تغير في الحالة الفيزيائية الحالة الثانية الحالة الثانية وش يكون؟ يكون عندنا CP تتعلق عندها لها علاقة باش؟ بدرجة الحرارة T معنى القيمة CP تكون عند قيمة زائد حاجة في T قيمة زائد قيمة في T معنى باش كامله هنا التكامل والذي فيه خدمة شوية واضح؟ لا يكون هناك تغير في الحالة الفيزيائية لا يكون هناك تغير في الحالة الفيزيائية أما الحالة الثالثة سنرى لما تتغير الحالة الفيزيائية عند تغير الحالة الفيزيائية هناك الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة تبعوا معايا سأخذ كل حالة سأخذ عليها مثال لا أريد أن أقوم بإمكانك القانون ونجعلها مجهول أريد أن أعطي كل حالة لكم عليها مثال ونحلوا هذا المثال تبعوا معايا الآن سنرى الحالة الأولى مثال عن الحالة الأولى عندما يكون عندكم شاهدوا يكون عندنا مثال يحترق غاز البروبان عند الدرجة التي هي 25 درجة مجموية وفق التفاعل التالي البروبان تفاعل احتراق هذه المعادلة موازنة سي 3 آج ثمانية تعطي بوجود أكسوجين تعطي لك سي أو 2 زائد الماء عندها 25 درجة نعرف بذلك البروبان هذا غاز الماء سائل أن طالب المعيارة تفاعل هذا ماذا؟ ماذا؟ ناقص 2218 كيلوجول على المول أيها سؤال مطروح أحسب أن طالب احتراق البروبان الغازي عنده ما؟ عنده 50 درجة علما أنه ماذا؟ انظروا القيم التي أعطيتها هل ترى لديها علاقة مع درجة الحرارة؟ لا ترى لديها القيمة 73.51 تاع البروبان تاع الأكسوجين 29.30 وCO2 37.45 والماء 75.24 إذن لا يوجد علاقة لديها بدرجة الحرارة الآن نعاوض ما نعاوض سنكتبون الحل وهو دلتا H عن دلتا H تجديد ما يساوي لك؟ دلتا H تزيرو عن دلتا 298 زائد ماذا؟ تكامل من تزيرو إلى ت وين؟ دلتا سي بي دلتا ت دلتا سي بي 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 لا يوجد علاقة لدرجة الحرارة معناها التكامل يخرج مباشرة معناها دلتا ه المعيارية ما يساوي؟ دلتا ه تزيرو زائد ماذا؟ زائد دلتا سي بي والآن نخرج دلتا سي بي لأنها قيمة ثابتة تخرج من التكامل يبقى لك واحد وماذا؟ أعطيت لك واحد بالنسبة لدلتا تي معناها هي تي بالصحة تي هي محصورة بين تي و تي زيرو معناها هي دلتا تي هذا هو القانون سوف يكون هناك فرق في الحالة الثانية والحالة الثالثة الآن نواصل العمل أول حاجة يجب أن نحسبه دلتا سي بي دلتا سي بي وش يساوينا؟ يساوي لك نواتج ناقذ مجموع ناقذ مجموع ناقذ مجموع ناقذ مجموع متفاعلات الآن ما نحصل على للتكالوريات ناقذ مجموع ناقذ مجموع ونجا لا يوجد شيء من توثي وما أنه ينبق على هذا القانون معناها فرق كل سطر عليه بمجموع دلتا سي بي وماذا ناقذ مجموع هلتا سي بي فرق سي بي سي بي ماهو سي بي ربعة دا سي بي سي بي سي بي ثلاثة ماذا هو الـ Cp؟ نتعام CO2 في الحالة الغازية يجب أن نكتبها القيمة هي الـ Cp H2O لا يوجد غاز ناقص نتعام المتفاعلات ناقص 5 الـ Cp في الحالة الغازية ناقص الـ Cp الـ C3H8 حالة الغازية الآن تطبيق عدد دلتا Cp تطبيق عدد هل رأيت الشحل التي تكتبها القوانين لك؟ معناها 4 في Cp H2O 75 24 ثم 3 Cp H2O ماذا؟ ناقص 5 في Cp H2O 29.36 ناقص الـ Cp 73.51 الآن نحسبها دلتا Cp نفتح الصفحة جديدة حسابات ما يفعلنا الآن؟ نحسبها هي قيمة دلتا Cp دلتا T نحسبها دلتا T يجب أن نحسبها دلتا T ما يفعل ذلك؟ يفعل ذلك T ناقص T 0 T جديدة ما الذي أعطيها لك؟ يفعل ذلك 323 ناقص 298 ما الذي يفعل ذلك؟ يفعل ذلك 25 كلف آه يفعل ذلك الآن نحصل إلى القانون تعمل كيف يفعل ذلك دلتا H2O ما الذي يفعل ذلك؟ يفعل ذلك دلتا H2O وهي هذه القيمة ناقص 2218 في عفوا زائد دلتا Cp نحسب 193 ملاحظة قيمة تعديلتا H2O بالكيلو جون وقيمة تعديلتا Cp بالجون معناها هذه نضربها فاش في 10 قوة ناقص 3 في التغير في درجة الحرارة هي 25 كلفن هذه نحسبوها أنتم معاكم إلا حاسبة وخفاف وخافزين بسلام عليكم سنجدها ناقص 222 و13 فاصل ماذا؟ فاصل 175 كيلو جول على من؟ على المول هذه نضربها في إطار وركم تلاحظوا القيمة هذه هي 2213 شوفوا القيمة هذه 2218 يخيقون ماذا قلنا عنها قالوا لا يتأثر درجة الحرارة في تغير قيمة أنطاليبي المعيارية معناها لا تغير قيمة كبيرة كان تغير طفيف وكان تفاعلات لا تتغير حتى بوحد قادر أن يكون 2212 تجدها 221 تغير قيمة صغيرة جدا لذلك لا يؤثر أو لا تؤثر درجة الحرارة على الأنطاليبي المعيارية لقانون كيرشوف هذه الحالة الأولى سنحسبنا الحالة الأولى قلنا نعود عندما تكون دلتا سي بي ما عندها هاي وراها سي بي هذه هي سي بي القيمة تحهم ورهم هذه وهذه 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 واذا لا يرى ما عندهم مع لقبتي؟ ما عندهم لقبتي كاذا لم نرى تغيروا حالة فيزيائية؟ ما تغيرتش الحالة الفيزيائية؟ هذه الحالة الأولى نرى الحالة الثانية آه أيها الحالة الثانية نرى التفاعل نقرأ التمرين المليح المثال ليكون لديك التفاعل التالي عندها 25 درجة هذا تأكسد الغلوكوز الغلوكوز سيعطي لك الإيثانول ويعطي لك CO2 والماء انظروا الغلوكوز كان صلب بوجود 3O2 غاز يعطي لك C2H5OHL زائد 4CO2 غاز زائد 3H2O هذا دلتا التفاعل عندها 25 درجة هاي القيمة اللي هي 1432 0.8 كيلوجول على المول نرى لك أحسب أنطالي بالتفاعل عندها 55 ونرى لك أحسب أنطالي بالتفاعل عندها درجة معينة ويعطيك قيم CP أعرف باللي ونقول حسب قانون كيرشوف هاي ما نكتبه دلتا H المعيارية تساوي لك دلتا H T0 هاي المعيارية زائد تكامل من T0 إلى T دلتا CP دلتا هاي 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 نرى هل لديهم علاقة T أو لا لديهم علاقة T سوف نرى C6 A12 C6 نرى القيمة التي أعطيتها لك هذه هاي ملاحة أعطيتها لكم 14.184 زائد 0.693 T لديها علاقة T المهم المهم أنطالي أعطيك الغلوكوز أعطيك علاقة T أعطيك 50 يتأثر الحالة الفيزيائية لا تأثر لا تأثر إثانول يتبخر لك 78 درجة الماء يتبخر لك 100 هذا لا أثر على التفاعل على حالة الفيزيائية إذا ما نطلبه؟ الآن هنا نحسب دلتا سي بي أول نحسب دلتا سي بي دلتا سي بي لا نبقى كما مقبل دلتا سي بي نضيف قانون مجموع ناقص 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 مجموع ناقص متفاعلات هاي الآن دلتا سي بي وما لديك النواتج عندك الماء والسي أثنين والإثانول والمتفاعلات عندك عندك الغلوكوز معناها ما نضالش نعوضنا باش نختصر شوية العمل تاعي أو نكتبها اللي هي عندك ثلاثة السي بي وشكون انتع الماء هاي نعاودوها ماشي مشكلة زائد ربعة السي بي وشكون انتع السي أو ثنين انتع الحالة غازية زائد السي بي وشكون انتع الإثانول اللي هو سي ثنين آش خمسة وآش وشكون في الحالة السائلة ناقص ثلاثة سي بي وشكون انتع الغازية ناقص سي بي انتع الغلوكوز وهو سي ستة آش 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 ثلاثة ناقص الآن سنطبق تطبيق عدد مباشرة ونحسب كيف نعوض هذه سنطبق بالقيم بالقيم ونحسب السي بي الماء السي بي لما يحسب سنطبق 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 قيمة قيمة ت التي هي 384.866 ناقص 0.693T دلتا سي بي الآن دلتا سي بي لديها في إطار أحمر دلتا سي بي لديها علاقة بT دلتا سي بي لديها علاقة بT قبل المثال الأولاني خرجتنا قيمة فقط بصح ذوك هذه خرجتنا قيمة ناقص أو زائد قيمة مضربة في T دلتا سي بي لديها علاقة بT دلتا سي بي لديها بالأحمر معنى هذا في التكامل لا تخرج معنى هذا يجب أن نكامل ومعنى التكامل هذا نتعلمه بلاحقا لا شيء صعيب هو الرجوع إلى الدلة الأصلية الآن نكملنا نرجع القانون الذي هو قانون كيرشوف معنى دلتا سي بي لديها المعيارية ماذا تفعل لك؟ تفعل لك دلتا سي بي لديها ونعوضها برقيمة تاح نضعها ناقص ألف ناقص ألف وربعمية وثنين وثلاثين فاصل واحد وثمانين أيها زائد تكامل القيمة التي لديناها بين قوسين ثلاثمية وثمانين فاصل ماذا؟ ثلاثمية وثلاثمية وثلاثمية ناقص صفر فاصل ثلاثمية وثلاثمية وثلاثمية ناقص ألف هذه هي علاقة بين قوسين تلاثمية تلاثمية وثلاثمية تلاثمية وثلاثمية وثلاثمية تلاثمية وثلاثمية قيمة زائد قيمة في تي نحن نعطيكم نخرج على جهة مثلا ما يكون لديكم مثلا واحد زائد اكس اه بقوسين دي لإكس تكامل تلكها ما هي الحاجة التي أعطيتها لكم واحد بالنسبة لإكس ما هي الحاجة التي أعطيتها لك إكس معنى هي واحد على اثنين إكس لابد لإستقابيها لم يكن نرفع هذه the保ote هذه العبارة ماذا تعطي لكم يعطي لكم واحد أعفو مربع أشت filme مربع يشعر ثم 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 وثم تستشعر نفس الشب من العبارة لحظة دعونا نحذف هذه الآن. دعونا نكامل هذه العبارة دلتا آش تي المعيارية تسوي لك ناقص 1432.81 زائد نكامل هذه ثلثمية وربعة وثمانين فاصل ثمانية وستوستين ما عندها شيء يضربة في تي وماذا يشتقينها؟ معناها هي ثلثمية وربعة وثمانين فاصل ثمانية وستوستين تي حدود التكامل من 2089 إلث 1328 ناقص ناقصها هنا. ناقصها على ثمانين. هذه في مربع حدود التكامل منين؟ 20098 إلث定 1328. ايوه دوك الآن نبدأ و نعوضه نعوضه تي هذي 328 ناقص 298 و هذي نديره 328 مربع ناقص 298 مربع مانديروش 328 ناقص 298 لكل مربع خطأ هذا معاني هذي دلتا آش تي او عفوا و هذي نضربوها بين قوسين وراه هذي كامل هذي نديرها في اطار كبير نديرها بالأحمر هذي هذي هذه بالأحمر كامل حتى الهناية هذه نضربها في 10 قوة ناقص 3 لماذا نضربها في 10 قوة ناقص 3 لأنها ستحول بالجول نحولها إلى الكيلوجول الآن نكمل العبارات دلتا H معيارية نقص 1432.81 زائد نفتح القوس كبير 384.866 في دلتا T هذه نحسبها اللي هي بيقى وسين 328 ناقص 298 ناقص هذه السفر فاصل 693 تقول لك عندك سفر ناقص 0.3465 في 328 مربع ناقص 298 مربع هذه الكل نضربها في 10 قوة ناقص 3 أيها قلت ملاحظة هنا قلت بالليدرنا 328 كل مربع ناقص 298 مربع مدرنا 328 ناقص 298 بيقى وسين مربع هذا خطأ بالك وتعاود هذا للآخر هذه لا تساوي هذا واضح الآن بعد ما تقوموا بالحسابات إلى آخره سنجد دلتا تساوي ما تساوي ستساوي ناقص 1400 27.77 كيلو جول على المهل آي ورآي هل رأيتم هذه الحالة الثانية ليست حالة صعبة بثير تركزو لي لا يوجد حالة صعبة بثير معناها تركزو برك عاودوا هذا المراحل نفس التمرين كي يعطي لك دلالتي نكامله فقط سيكون المشكل في التكامل أيها الآن نرى الحالة الثالثة الحالة الثالثة الحالة الثالثة قلنا عندما تتغير الحالة فيزيائية الآن نرى الحالة الثالثة تابعوا معنا نقرأوا التمرين ليكون لديك التفاعل التالي عندها 25 درجة لهو 2H2 زائد O2 تشكل الماء هذا معادلة تشكل الماء بوجود أكسوجين وهيدروجين أنطالبي التفاعل عندها 25 اللي هي ناقص 572 كيلوجول على المول أحسب أنطالبي التفاعل عند 110 أعطى لك دلتا HVAP تعلم شوفوا جزاة أعطالك وأعطى لك CP التي تعلم السائل O2 غاز H2 غاز وزائد H2O غاز لا أعطى لك H2O غاز هنا بسحرها أعطى لك في المعطيات وعطى لك أعطى لك أعطى لك HVAP تتبعوا معي لك لكي نعرف لكي نعرف لكي نقول حسب قانون عمك كيرشوف نكتب القانون عادي قبل أن نكتب القانون يجب أن نترجم التمرين لكي نكتب القانون قبل لكي نكتب العبارة الأولى لكي نترجم التمرين دلتا H T0 زائد تكامل دلتا CP دلتا T0 إلى T هل تبقى هذا القانون تبقى شيئا أخرى تبقى معي لكي نعرف بالليل ما يتبخر عند المياه بصح وقالك عند المياه معناها الآن قانون ترى سيحدث له تغير للحالة الفيزيائية معناها لكي نكتب معادلة سيكتب لكي نعرف معادلتين تولي عندك معادلة ثانية اللي هي 2H 2 غاز زائد O 2 غاز تعطي لك 2H 2O غاز شفتوا معناها حدث للماء من حالة سائلة ولا حالة غازية لأن لماذا نعرف بالليل الماء تبخرنا عند المياه لكي نعرف لكي نعرف لكي نعرف لكي نعرف لكي نعرف لكي نعرف عند المئة 298 التكامل يذهب الـ 373 لماذا نعرف 373 لأن عند المئة 273 زائدنا لها 100 درجة تبخر الماء معناها عدنا التكامل من 129 إلى 373 هنا يكون ماذا يكون؟ لحظة نحذف هذه التحت ماذا يكون عدنا في هذه الحالة؟ يكون عدنا H2O liquid في هذه الحالة معناها عدنا التكامل من 129 إلى 373 و عدنا من 373 الحالة الثانية الوين؟ إلى 383 معنا من 10 عدنا في هذه الحالة عدنا 120 معناها عدنا الوصولات عدنا تكامل ثاني وهو من 373 إلى 383 معناها الأولى لديك دلتة CP1 عندما يكون الماء سائل و يكون عدنا حدنا H2O و هذه دلتة CP2 أثنين عندما يكون عندك الـ H2O غاز علما أنها ديليتي وهنا هي ديليتي ماذا نزيد لها؟ ملاحظة مهمة سأعطي لك ديليتي أشفاء في الماء لما تبخر الماء هنا في المتفاعلات أو في النواتج معناها نضع زائد 2 على حساب المعامل استقيمة لي زائد 2 ديليتي أشفاء ديليتي أشفاء نفرض لك أن جاء الماء في المتفاعلات لا نضع زائد نضع نقص سوف نرى مثال واحد في التمرين سوف نتلقى في التمرين الآن نضع زائد 2 ديليتي أشفاء لماذا؟ لأن الماء كان في السائل أصبح في الغاز مع أن يحدث له تبخر يجب أن نزيده هذه القيمة وقلت لو كان يكون هذا الماء في المتفاعلات سوف نضع إشارة ناقص 2 ديليتي أشفاء 2 هذه على حساب المعامل استقيمة لي كون جاءت مضربة في 4 نضع 4 ديليتي أشفاء كون جاءت مضربة في 5 نضع 5 ديليتي أشفاء هذه الآن نكتب القانون مليحة قانوني كيف يرى هذا الحالة دلتا أش تي ماذا يفعل لك؟ يفعل لك دلتا أش تي زيرو المعياري زائد كامل ما هو وجنه؟ من ٢٩٨ إلى ٣٧٣ التي هي دلتا سي بي وضعنا لها رمز واحد ليس كيف كيف؟ دلتا سي بي واحد قلنا كيف يكون المسائل ودلتا سي بي اثنين لما يكون المعيار ديليتي زائد تكامل من ٢٣٣ قلنا ٣٣ وثلاث٣ دلتا سي بي اثنين ديليتي زائد ماذا؟ زائد تعمل انتع التبخر هذه زائد ثنين دلتا أش ماذا؟ ضب نعمل واضح؟ ماذا نفعل؟ لا شيء صعيب نفس العمل التي نفعلها في الحالة الأولى دلتا سي بي لا يوجد علاقة هنا كامل معناها نحسب دلتا سي بي واحد ونحسب دلتا سي بي اثنين ونحوضها ونحسب دلتا تي ودلتا تي اثنين دلتا هذه وهذه على حساب الدرجة الحرارة لها نفتا كامل ونزيد لهم اثنين دلتا أش فاب ونحسبوها اثنين دلتا سي بي واحد عندما نقوم بمجموعان اي سي بي نواتج ناقص مجموعان اي سي بي متفاعدة علما ان سي بي هنا واحد نعوض الماء السائل نكتب العبارة فقط عندك اثنين سي بي 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 اثنين نحسبو بعد ما نعوضوا تطبيق عددي الى اخره سنجدوا بالدلتا سي بي واحد اللي هي ثلاثة وستين فاصل ثمانية وخمسين اتطبقوا عددي انا ما طبقتش ثمانية وخمسين جول على المول في الكالفن روحوا على دلتا سي بي ثنين دلتا سي بي ثنين لان اثنين سي بي آش ثنين و ماذا كون؟ قبل دلنا ليكيد اكتبو بلو الأحمر رأي الفرق هنا هو Liquid وهنا هو Gas هذا هو الفرق بيناته نكمل ناقص 2 CP وهي هو H2 حالة غازية ناقص CP وهي هو O2 حالة غازية ناقص دولتا CP 2 ما سنجد دولتا CP 2؟ سنجد ناقص 19 فاصل ماذا؟ فاصل 88 جول على المول في الكالفل نكتبوه ما دون في إيطارين باش نحتاجون في الحسابات الأحلى هذه CP هنا الأولى وهي دلتا CP 2 ما تلقيها؟ ليس حالة غازية هذه استعمل العاود حالة الأولى استعملنا CP لتكون سائل التكامل الأول ودلتا CP 2 لما يكون حالة غازية واضح؟ الآن نواصل الحسابات الآن نرجع القانون الذي لدينا الذي هو نفتح صفحة جديدة نرجع القانون الذي هو دلتا H أو نحسبه دلتا T دلتا T لولا لدينا دلتا T لولا عندها Brend 73 70 Sand 288 75 Kelvin ي jsouات ودلتا T これ�� ثلاثة nation 83 نقص 373 hier 10 nen الآن توجدنا القانون دلتا عاش عن ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ما تساوي لك؟ تساوي لك ناقص خمسمائة وثنين وسبعين زائد آه يوه اللولة هي ثلاثة وستين فاصل ثمانية وخمسة وثمانين دلتا سي بي واحد في خمسة وسبعين في عشرة قوة ناقص ثلاثا نحاولوا هذه رايب الجول نحاولوا الكلوجول زائد بيقوسين ناقص تساعتاش فاصل ربعة وثمانين في عشرة اللي هي درج الحرارة تغير في درج الحرارة في عشرة قوة ناقص ثلاثة زائد ماذا؟ زائد ثنين في دلتا عاش فاطل اللي هي ربعة وربعين كي تحسبوا الحسابات هذون الى آخره رايحين تلقوا دلتا عاش ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ما حالته ساوي؟ ناقص ربعة وثلاثة وثمانين وتسعة وسبعين فاصل اثنين وربعين كيلوجول على من؟ على المول هذه هي دلتا عاش عن ثلاثمائة وثلاثمائة وثمانين واضح؟ هذه هما الحالة الثلاث نعود الحالة الأولى رأينا عندما تكون عندك CP لا يوجد علاقة ب درج الحرارة جي سهلة بسيطة جيدة نخرج دلتا CP ونحسبها وحدها وعندما تحسبها مجموعة ناقص 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 تفاعلات الحالة الثانية القلنا عندما تكون لديها الإخ دارة نريح التأخير في التكامل نظرف الحالات الثانية نستطيع تحديد التكامل هذا كل شيء مريض لاحقا نستطيع الحديد من المتحر أن نفد Raisin يا عزائي الطربى والتلاميذ لاحقا نستطيع الحدية في الكيم時間 الحالة الثالثة قلنا لما تتغير حالة فيزيائية هنا لما تغير الحالة فيزيائية يركز هذاksi في الملح وما تختشف الحريف PRJRTات تتغير التكامل مرتين وهنا ما لم يRY وبهذا المثلات سوف نرى تمرين سوف نجد تمرين كمثال إيثانول وميثانول إلى آخر ونرى هذا عاودوا هذه الأمثلة وسوف تجدوا قانون كيرشوف بسيط بسيط جداً عندما تطبقوا هذه الحالات الثلاثة أنا أحبت أن نلخص قانون كيرشوف بهذه الحالات الثلاثة لا أحبت أن ندعوا مباشرة القانون ونذهبوا إلى الثامنين أنا أدرته بالأمثلة وهذا قدمت لتناميذ في الدرس نتمنى أن يكون الدرس وصلكم لا تنسونا بالدعاء شكراً لكم على حسن الانتباه والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحتاج الدعاء 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 بارك الله فيكم